موسيقى أسعد الله وأوقاتكم بكل خير مشاهدينا وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار نقدمه على حضراتكم من قناة حضر موت الفضائية والبداية بأبرز العنوي بلادنا تدين المجزر البشع التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مخيم النازحين بمدينة رفاح الوكيل العامري يبحث تدخلات منظمة الفاو بمشروع نظم معلومات الأمر الغذائي بوادي والصحراء حضر موت موسيقى مناقشة تحضيرات تدشين الرحلات الجوية من مطار الغيظة إلى الأراضي المقدسة موسيقى ومن العنوين التفاصيل حياكم الله أعربت وزارة الخارجية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للمجزرة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم للنازحين في مدينة رفح والتي أسفرت عن سقوط مئات الضحايا والجرحى من المدنيين وأكدت وزارة الخارجية أن هذا الفعل المتعمد يمثل جريمة حرب جديدة وتحدي صارخ للقرارات والقوانين الدولية بما في ذلك قرار محكمة العدل الدولية الصادر مؤخرا داعية مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف آلة الموت والدمار وتوفير الحماية العاجلة للشعب الفلسطيني وكان الاحتلال الإسرائيلي ارتكب في وقت سابق مجزرة جديدة خلفت أكثر من أربعين شهيدا معظمهم أطفال ونساء بعد قصفه خيام النازحين شمال غربي رفح في جنوب قطع غزة وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها نقلت عددا كبيرا من الشهداء والإصابات عقب استهداف الاحتلال خيام النازحين برفح وأضافت المصادر أن الطائرات الاحتلال أطلقت نحو ثمانية صواريخ صوب خيام النازحين في منطقة مكتدة بألاف النازحين وأن من كانوا داخل الخيام احترقوا وشيرة إلى أن الاحتلال كان قد أعلن أن هذه المنطقة آمنة وكانت محكمة العدل الدولية أمرت الجمعة الماضية لاحتلال الإسرائيلي بوقف فوري لعمليات العسكرية في رفح وضرورة المحافظة على فتح معبر رفح لتمكين دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بحث وزير المياه والبيئة توفيق شرجبي مع المدير الإقليمي لمكتب اليونسكو في دول الخليج العربي واليمن صلاح زكي أوجه التعاون والشراكة بين الوزارة والمنظمة وتطرق اللقاء إلى عدد من المواضيع ذات الصلة بالمشاريع التي يمكن للمنظمة تنفيذها في القطاعات التابعة للوزارة ومنها أنظمة الإنذار المبكر للحماية من مخاطر الفيضانات والسيول ومشاريع تحلية مياه البحر وأكد وزير المياه والبيئة اهتمام الوزارة بتعزيز آليات التنسيق المشترك مع اليونسكو لتنفيذ التدخلات والمشاريع التنموية بما يتوافق مع أولويات واحتياجات القطاعات التابعة للوزارة من جانبه أكد المدير الإقليمي لمكتب اليونسكو في دول الخليج العربي واليمن الحرص على تطوير مجالات التعاون مع وزارة المياه والبيئة وفق الاحتياجات بحث وكيل وادي وصحراء حضرموت عامر العامري مع فريق منظمة الفاوت الدخلات المنظمة بمشروع نظم معلومات الأمن الغذائي والتغذية بوادي وصحراء حضرموت واستعرض فريق المنظمة إجراءات تنفيذ المسوحات الميدانية ضمن مشروع جمع البيانات لتقييم خط الأساس لسبل العيش والذي يستهدف في مرحلته الثالثة المناطق الزراعية وتربية المواشي في وادي حضرموت وأكد الوكيل العامري أهمية المشروع في تكوين قاعدة بيانات مبنية على دراسات معرفية منطلقة من أرض الواقع والتي تمكن الجهات من تصميم برامج تتوافق مع الاحتياجات الملحة موجها الجهات ذات العلاقة لتسهيل عمل الفريق للخروج بنتائج إيجابية ناقش محافظ المهر محمد علي ياسر مع مدير منطقة الغيظة للخطوط الجوية اليمنية تميم علي التحضيرات لتجين الرحلات الجوية الدولية لنقل الحجاج من مطار الغيظة الدولي لأول مرة إلى الأراضي المقدسة ويتوقع تجين الرحلات ابتداء من يوم الجمعة القادمة بعد استكمال الإجراءات المتبعة الفنية والأمنية في مطار الغيظة الدولية وكان وفد من الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية قد زار في وقت سابق مطار الغيظة الدولي وقام بفحص وتفقد الإجراءات المتبعة في المطار استعدادا لتسيير رحلات دولية من وإلى مطار الغيظة أقامت شركة المحضار للطوب الأحمر ونقابت المهندسين بمحافظة حضرموت ورشة عمل بعنوان طوب المحضار بناء وإعمار بحضور عدد من المهندسين والموزعين والمختصين والمهتمين بالطوب الأحمر المزيد من التفاصيل في سياق التقرير الآتي نظرا لمميزات الطوب الأحمر الفريدة والمتنوعة وانطلاقا من رسالة الشركة في تقديم منتجات مستدامة عالية الجودة وصديقة للبيئة أقامت شركة المحضار للطوب الأحمر ونقابت المهندسين بمحافظة حضرموت ورشة عمل بعنوان طوب المحضار بناء وإعمار بحضور عدد من المهندسين والموزعين والمختصين والمهتمين بالطوب الأحمر تحدثنا اليوم عن توفير الطاقة وكيف باستطاعتنا أن نستخدم هذه المواد الممتازة جدا من ناحية الصلابة والقوة واللون وبهذا نستطيع أن نوفر الكثير من الطاقة وتوفير الكلفة المالية في الإنشاء وذلك بتقليل الإسمنت وحديد التسليح هي ندوة علمية عبر عن تبادل أفكار تبادل خبرات والتي تسهم في تطوير منتجاتنا من الطوب بإضافة إلى إبراز أهمية الطوب الأحمر في البناء بحضور عدد كبير ومن الاستشاريين من بينهم الخبير اليوناني هارس ومثل الشركة السابو الوقت تحتوى عدة كلمات ومشاركات من دكاترة ومهندسين إلى جانب عدة مناقشات وتبادل الأفكار والآراء والخبرات كما تطرقت الورشة إلى أهمية الطوب الأحمر ومنتجاته وخصائصه وأبرز مميزاته والتي من بينها خفة وزنه ومقاومته للظروف الجوية القاسية وعسله للصوت ومقاومته للضغط هذه الورشة جميل لعقدها في السوق المحلي يحتاج إلى التعريب بالمميزات وانتاج المحلي مميزاته وإمكانيات المصنعية الحالية التي تخدم الاقتصاد الوطني هذا جميل جدا ونتمنى أن تعقد كثير من الورش مثل هذه الورش للمهندسيين والمقاولين والندوة هذه سوف تكون بدرة طيبة إن شاء الله في الالتزام بالمواصفات والجودة وهذا ما نأمله من شركة المحضار للطوب ونحن نركز بالأساس بهذه الندوة على موضوع المواصفات الفنية شركة المحضار للطوب الأحمر بامتلاكها لثريق عمل ذي خبرة علمية وعملية تسعى إلى تقديم منتجات منافسة بأعلى مستويات الجودة لتلبية احتياجات السوق المحلية وتساهم في البناء والتشيد والإعمار نظمت إدارة تنمية المرأة بمدينة سيئون دورة تدريبية متخصصة حول استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي في كتابة التقارير وصياغة المشاريع التنموية وتستهدف الدورة التدريبية 35 متدربة من مختلف مدريات وادي حضرموت خلال أربعة أيام لتعرفهن بأهم تقنيات الذكاء الاصطناعي وكيفية توظيفها في إعداد التقارير الفنية والمشاريع التنموية وتحليل البيانات وتوظيف نماذج التنبؤ والتصنيف في صياغة الخطاط والتقارير رياضيا أعلن الجهاز الفني للمنتخب اليمني للشباب باستبعاد 12 لاعبا من القائمة الأولية للمنتخب بعد انتهاء المرحلة الثالثة من المعسكر الاعدادي في محافظة أبيان استعدادا لبطولة غرب آسيا للشباب التي ستقام في المملكة العربية السعودية وتضم القائمة ما قبل النهائية للمنتخب 28 لاعبا تم اختيارهم بناء على مستوياتهم الفنية في التدريبات والمباريات الودية التي خاضها المنتخب خلال المعسكر توجى فريق غلط سراي بلقب الدوري التركي الممتاز لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي بفوزه على مضيف جون يسبور بثلاثة أهداف مقابل هدف المباراة التي جمعتهما ضمن ختام المسابقة وسجل أهداف غلط سراي الأرجنتيني ماورو إيكاردي هدفين وبركان كوتلو فيما سجل الدنماركي لوكا بريب هدف جون يسبور الوحيد ورفع غلط سراي رصيده إلى مئة ونقطتين محتلا صدارت الدوري بفرق ثلاثة نقاط عن فنرباشا فيما تجمد رصيد جون يسبور عند إحدى وأربعين نقطة في المركز السادس عشر وبهذا الفوز عزز غلط سراي رقمه القياسي إلى أربعة وعشرين لقبا في تاريخ البطولة ختاب النشر مشاهدين إليكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباب بلادنا تدين المجزرة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مخيم النازحين بمدينة رفح الوكيل العامرية بحث تدخلات منظمة الفاو بمشروع نظم معلومات الأمن الغذائي بوادي وصحراء حضر موت مناقشة تحضيرات تدشين الراحلات الجوية من مطار الغيضة إلى الأراضي المقدسة ختام النشر مشاهدين الكرام تقدروا تحياتي وتحياتي الزمنة فريق العمل ولمزيد من الأخبار تابعوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تحيات حضر موت تي في بأمان الله